أنا لا أعرف كيف أريد ماء في اليوم و لا أحب أشرب ماء. ماذا يجب أن أفعل؟ تعالوا نرى وضعنا اليوم عن الماء و شرب الماء و عن الأشخاص الذين لا تحب أن تشرب ماء. ما هو الحل البديل لها؟ لأن أعرف كيف يريد ماء؟ كل إنسان طبيعي يحتاج لكل ألف كالوري يحرقها لتر ماء. يعني إذا جسمك يحرق 3000 كالوري بين حركة طبيعية و رياضة تمارسها في اليوم فأنت تحتاج ثلاثة لتر. هذا الرقم يختلف من شخص طبيعي لشخص يعيش ببلد مرتفع حرارته فهو يتعرق أكتر. يطرح سوائل أكتر أو أملاح يخسر أملاح فمنطر يعوضها. كمان الشخص يمارس رياضة خارجية فهو يتعرق. وكمان الشخص يمارس طبيعته يتحرق أكتر فهو يحتاج أكتر من هذا الرقم. هلأ الناس يلي ما بتحب تشرب ماء لأنه ما لها نكهة أو هي ما بتحب تشرب ماء. شو الحل البديل؟ الحل البديل فيه خضروات وفيه فواكي بتقدر تعوضني عن الماء اللي أنا ما بشربه وتقدر تغطي احتياجات جسبي من الماء. مثل هالفواكي فيه الطماطم البطيخ لخيار الخست. هدول فيه نسبة 96% ماء. فانت إذا انت ما بتحب تشرب ماء فيك تاكل هدول الأكلات أو الخضروات وتعوض عن الماء الجسمك بيحتاجها. شكرا لكم ونشوفكم بفيديو جديد. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر